اليوم من خلال مواقع تواصل الاجتماع وأيضا من خلال كل من يتابع المنتخب الوطني الجزيري هو التحاق أحمد قندوسي لعب المنتخب الوطني الجزيري بنادي الأهل المصري أحمد قندوسي الذي طبعا سابقا كان لعبا لوفاق الصيف فرسم التحاقه بنادي الأهل المصري مثل ما نتابع في هذه الصور والتي تؤكد التحاق قندوسي بفريق الأهل المصري حيث تعاقد معه بشكل رسمي وتم الانتهاء من كل الأمور المالية وكما وقع اللاعب على عقود انضمامه إلى المارد الأحمر حيث أضاف محمد خلف للأهل سيدفع ليه فقصف قيمة مليون دولار وقسم على قسطين كل قسط خمسمائة ألف دولار مع نسبة تقدر بخمسة عشرة بالمئة لصيح لوفاق الصيفي مستقبلا في حال بيع اللاعب من جانبي الأهل طبعا هذا الخبر فيما يخص التحاق اللاعب المنتخب الوطني الجزائري إلى نادي الأهل المصري لكن الخبر صادم بالنسبة لأشبال بوغرا والمنتخب الوطني أنه قندوسي لا يشارك في المباراة المقبلة وقدر إن شاء الله سيغادر معسكر المنتخب الوطني الجزائري نظرة قوانين الكاف بالنسبة للشان والتي لا تسمح للعبين الأجانب أو اللاعبين المشاركين في منتخبات أو مع أندية خارج بلدهم مع اللاعبين إلى صالح منتخبات بلدهم أو بعبارة أصح اللاعبين المحليين فقط هم من لهم الحق في المشاركة مع منتخب بلدهم ترجمة نانسي قنقر